يو صلاح بتصير مع السلامة برايك عيال برايك انا ما قلت بتعلم الفير بلا اسد في الشعبية ما بتحبني زعلان شو بلا في عيالي بريات شو تسوي لحول السلام عليكم خيري خير صباح الخير بس انت بخير؟ شو بتعطي تعطي انت رزع لانا حينا انت موجود حبيبي انا صرت جبي صرت عند الدكتور مال لحيامة وقال يبو صلاح بنسوي لحيامة شو رايت؟ بنحيي بخير وسهالة بتطول رقبك وبتبرج عينك كل شيء بغني فيك زين شو رايت؟ تريقت انت الولاء؟ صدامك دوارك دوارك صلاح تريق ولا لا؟ وانت سيدي بتلوين عليك بخير حير جدامي ما تريد وراي ما علي براي تحط يدها على شتفك ليش يا هندمونة تستغير؟ حتى انت استويت عندك خشو دس ما في النار بارد الله واكبر عليك انت لو اياي صاحي بتسوي اليور لك الرب العالمين الرب العالمين اللي حكمه في هالموضوع ولا لا؟ صح؟ الله كريم تازم الاخوارة ما لها حد وحين هذا في النهار إلا تين إلا يعني من مشتقة طبيعة اللهم لك الحمد هاي المشكلة حينة هاي المشكلة زايد الوزن زايد الوزن لازم تخلدني هالتقليد لازم يعني شكرا مشكلة كيف حالك دوارك؟ او خين سا كل شي زين؟ ايه انت سعيد؟ انا سعيد ترى شي عود معطر وعود ممسج وعود ملبس ثلاث نمونات هادا من العود المعطر ثلاث نمونات عود ممسج وعود ملبس وعود معطر المعطر يوم يقول لك والله الفلانيين يناهوا لان عودهم معطر العود المعطر ما بيرششونه بعطر لا العود المعطر يازم العود مغدر مغدر عطر ومتشبع ويازم ما بلا يرششونه ويقولوله فمال لا لا يازم هنمونا الريح فيه هادا يسموه يوم يقولوك معطر معطر ترى وايدين يرمسون ولا يعرهون للرمس وين سايرة فبس بغينا نخبر بين المعطر ونلبس ونمسج دخل خلت خضك الهبوب شوي قل بسم الله لا قل بسم الله صراح قل بسم الله لا قل بسم الله قل ماشا الله حلا قل بسم الله من سنتين حوال ما يقارب سنتين لا بناحي بتقول تشربها ولا شبع تشبع من لا ميوب تدم خدوم ومتشبع العود متشبع من العطرة فلذلك يازم عطرة مكانة ويزايدونها عدوح في حال لأنها خف خف عقل عدوان الله التين هذا بتلقطون شراته في اسبنس شكر ريج التين لبناني رويان تين لبناني رويان موجود في اسبنس وهذا موسمة قويطياته على هكي بيروكريتينات ما تذكر عدو كم لكن البحوانة نازم من من الدم صرت أخذ لي بيري ويوم أنا هناك لأنها شوي القويطيات استحقرت بيني وبينكم ما أدري سعر عنكم لكن استحقرت ويوم يبت منهن اليوم لأنها شكر ريج التين لي في اسبنس شكر ريج والله يا ابوكم يأنه شكر شي واحد يوم حادي سايلة غسل يدي لف بوي اللي باتجي في الصحن كامل تعرفونها واحد شاه اسمها هالريال منو هذا الريال اللي كل فاكهتي بتندحق شهديه حصة شفتيه توك الهمب وكالم انت انت عيمنو انت حصي سلمعي الصراح لا 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 انت انت شو اسمعي حصة سلمعي ايه حصة انا امجحوية الصراح ماكل وايد اليوم ماكل نص حنبام الكبار خفيفة خفيفة امجحوية الصراح امجحوية الصراح مساءت زاقريت ا حطيت الكم فيديو قبل شوية محتوى الفيديو يتكلم عن ارت كازا ارت كازا وايدي يظهروا بمبوظبي طعنى ولين الدبي طعنى ولين الدبي معلوم ماشي مشكلة زين هالسير والجي والحركة لكن اللي الحريم اللي عندبن بناتهم وعيالهم دبي ترى بوية المزيد المعلومات كان ارتكازة لهموا بوية معرض اكبر عن المعرض اللي في دبي بوديتين له ثلاث فلذلك اللي بدل ما تصيرون تاخدوه لهم حق الامهات والخالات وهنا من اللي سات بيوتهم تصيروا بهنا بوية بوضبي الحين البطين والمشرف وبقعنا هذي ما شاء الله تبارك الرحمن كلها جريب خمس دقائق من محمد بن زايد لين معرضهم ثلاثة عشر دقيقة اقل عن ربع ساعة فما في داعي انك توحق امك لا خير لك يلسي يلسي ونحن بنتنا قالتش انا واما واما محمد ما علي دوغك انت وحرمك فنان لكن وايد ما تنبسط امك وخالك وخدك رعية البيت بيعيبها اذا انك سرت بها روحك المعرض لو على ويلتشير ليش الدنيا كلها بوي سيرن بوي معارض مجوهرات بويلتشيرات شو المشكلة يعني ما بغلط انك تسير بها سربها لين المعرض وخلها تنقل ليه تبا حتى لو ما تبا شي خلها تمشي تطالع فريه الناس تتفرج بفرج بفرج امايا بويه باركب على كرسي بحوط بفي المعارض معارض مجوهرات معارض شارك معارض غرب واللي اهم عن هذا وهذاك انه ترى ما بغلط انه حمام مكمل عشرين سنو وله خمسة عشر سنة انه اللادمي يغير المقاسل يغيرون مقاسل مياه للسوم يغيرون مقاسل يوم بتعطي ما بلازمك تعطي انت بيزات ولا تعطي صيقة ولا تعطي تاخذ شي ما عليه ما عليه مش مشكلة ترى يوم بتفاجأ اختك ولا اخوك ولا امك ولا ام عيالك تعالي به المفاجأة وتفاجأها توديها مكان تاخذ لها شي على نظر عينها من المقترح حالي الشي معارض مجوهرات سالم شعيبي في الشارجة وعندكم معارض ارت كازا ارت كازا المقاسل والصيان والبانيوهات والدش هذا وجلسات حقه الهمم وايض اشي عندهم الانارة الولوف الولوف حليانة في بيتهم سير وخذي الولوف يديد لازم سياري يديد يعني بس هذا الشي وهذا الشي ما ينكر حال شالمشكلة انا ما ادري هالعيازة ليه فيكم انتوا لين هالكذر هيازة هالكذر ما تتشف فيه الفنادق اللي موجودة في جميع انحاء دولة الامارات والبيوت الكبار المعول حتى البيوت الناس الذويغة ما بلازم الشي يكون زين وايض غالي لا فيه اشي متناول لليد ويقدر عليها كل انسان حتى اللي على وكل الله يقدر ياخد ترى خد بوئم يدرهم شي بوئم يدرهم خاري بدون لمسات فنية بدون لمسات راقية وشي بوئم يدرهم عند ارت كازا من ارواع ما يكون وبنفس السعر لا ويمكن بعد ارخص لكن الفرق بين هذا وهذا ان اللي في ارت كازا اييك كواليتي اجمل وارقة واحسن وهفي ديوتي لكل الزمن لكل الزمن اللي رجبين هن قبل عشرات السنين موجودات لين اليوم لين بكرة وما بغلاط انك تغير من جدي متاخذ يديد ما يكر حال محد ما يبزين السلام عليكم ورحت الله وبركاته بمساكم الله بالخير تغريبا مساكم الله بالخير مرحبا مساكم الساعة 12 اهنا طارق عماركم موجود في ريتس كارلتن اجمل وارقة واضخم فنادغ شنثي العاصم الحبيب وهذا المدخل واليوم ابويه نيسان اظنني شي عندهم هني بيت مستوي واول ما ييت بسيارتي فتحوا الدنيا هاي كل هاي تحروني انا بها من اللي تبع عندهم شي تصوير تشوفوني فندق ما شاء الله تبر السلام عليكم فندق يا بوكم يزيغ العقل فندق يا بوكم ما ودك إلا تتمشى في لوبيه بس فقط ودك تتمشى في اللوبي فيه والطالع كيخ رب العالمين صخر هالمهندسيين انهم يسوون هالتحف المعمارية تحف معمارية سبحانك يا رب لا يلا أهلا الله تبقى ما بغى ما بغلط أنك أتيك وتمشي هالك وثريجة تردها تبوي اللوبيات وثير سوف كوفي حتى أتيب أمك ترمش غلط مبعيب والله مبعيب والله مبعيب الله يرحمتي يا أماي والله لو باجيها ما أخلي بها بقعة أنا في يوروبا يوم أسير بها ولاش أتبع على كرسيه هو عامي بها لبقع كلها لا أخلي بها محطة غطار ولا أي مكان قرب مستشوي أحوط بها أنا أم محمد شي جميل أنك أنت تتمشى بأمك ولا أبوك تحوط بها شرق وغرب وايت شي زين شي جميل كم لكم الأجر بعد أمك وبوك بعد لازم حد يوصيك بهم ولا أخذك ولا حد ما بصاحي تحوط به تحوط به تحوط به تحوط به بعكاكيزة هنا ما في حوط به الفنادق لا حوط به وود وشوف شو ردة فعله بروح بياضيك أخلاف كل يوم بياضيك بجد الحوض الصباحة وود الكوفي وود اللوبيات وود المزارع وود تحت الشعر والضليل اللي في اللياوين الفنادق أشياء جميلة ما بلازم بيتك أنت يكون بالداد بنعاد وعندك بيت بحديقة ودنيا حق اللي أبوك يتمع لا هاي أبوين اللي قبل عندهم بيوت شوفونه كبار وعندهم حدايا كبيرة هاللي وارث أحين تغلصت البيوت تغلصت الدنيا كثر الشعب تبارك الرحمن فلذلك كل أحين عزمت البيوت شوي أذوق لك فيهن حدايا إذا باقوا من حديقة البيت تروم توديهم حديقة ثانية توديهم لوبي فندق مطعم ملاهي ودهم فرالي حتى شو المشكلة والله العظيم ما أمزح من صدقة تكلب ياكم حد منكم تشاف حد يدازم في دبي مول ولا وافي ولا من هالبقاء الجميلة يخيلون ينقذهو بقبة هو يلوف هربا سيسير لف الله روس عدوان الله اللي ما يخافون من الله ما ترشو عن احتشار بشي فجأة مرشحكم عن إمارة أبو ظبي مئة واثنان وخمسون سلطان صغير محمد سعيد لبلوشي مرحلة ما بعد توظيف المنسق الحكومي في القطاع الخاص ما بعد التنسيق الحكومي بعد ثلاث سنوات من الخبرة كمنسق حكومي وفي مختلف المجالات تنتهي رحلتك أيها المنسق ببداية جديدة كرائد أعمال بعد تجاوزك عدة دورات تدريبية لمدة ستة أشهر ومن خلال اكتساب الفكر المبدع والخبرات اللازمة في مجال عملك كمنسق حكومي للقطاع الخاص فقد خط العديد من التجارب وأصبحت متعددة الخبرات التي تشكل أساس أي مشروع فأنت نواة المستقبل والآن أنت مؤهل تماماً لتصيغ خطة عملك وترسم ملامح مشروعك وتتوجه إلى أقرب صندوق تمويل لتبدأ مشروعك بعد اكتساب المنسق الحكومي في القطاع الخاص خبرة ثلاث سنوات يحك له ستة أشهر من التدريب في مجال تدريب رواد أعمال ابتكار المستقبل أهداف الدورات التدريبية لرواد أعمال ابتكار المستقبل تطوير مهارات رواد الأعمال العازمين على افتتاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعزيز الإمكانيات والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة وتحويل أفكارهم إلى واقع حي وملموس ذي نتائج مرضية في قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إعداد رائد الأعمال الناجح التسويق المالية والمحاسمة التخطيط الاستراتيجي إدارة الوقت ودورات أخرى تشمل فنون المبيعات والمهارات القيادية ومهارة التواصل ودراسة المشكلات وسبل حلها إلى جانب اتخاذ القرارات السديدة بعض الدورات التي يقطع لها المنسق الحكومي بعد خبرة ثلاث سنوات المراحل النتائج والمنافع العامة المرحلة الأولى مرحلة تنسيق الحكومية يعمل المواطن الإماراتي كمنسق حكومي للقطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبعدها يصبح مؤهلا لحضور دورات تدريبية تساعده على بدء مشروعه المرحلة الثانية مرحلة التدريب يخضع المنسق الحكومي لعدة دورات تدريبية في مجال ابتكار وريادة الأعمال وبحسب مجال تخصصه وخبرته ولا تقل المدة عن ستة أشهر المرحلة الثالثة ريادة الأعمال يبدأ المنسق الحكومي الذي يخضع للتدريب بوضع الأسس وبدء مشروعه الخاص النتائج المنافع العامة التسجيع على الابتكار والاستثمار وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين المساهمة في رفع معدل النمو الاقتصادي في الدولة دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة موسيقى 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 الموسيقى موسيقى موسيقى نعم موسيقى والردهات موسيقى يعني شي لا يعلي عليه فالناس بس ما يطلعون ما أدري ما أدري ليش حقليه ما رهب شكرا جزيلا شاهد الخاطر؟ لأن أبقاء لأن في ناس وايدين ياسين فممرات الفندق دخولك ودخولك وخروجك من ردهاته وممراته شي جميل يأخذ العقل شي في منتهر روعة يعني أنا لا تجديه هل أنه تقصير مني تقصير من الوقت مش موجود ناهيك عن اللوبي هل حديقة اللي خاري روح تغني على الليل وعلى البحر شي جميل أحواض الصباحة ترى مش غلط أن الواحد يظهر يتمشئ واي جميل في منتهر روعة وسائر وياه ترى هني الطرف هذا على اليسار ما أصور ليش لأن شي حريم صوريني برايتك أنا ما بصورك هل أنت حاتن هي والله فما شاء الله يعني شي يسأل يلسون العراب يسولون بعض هما بعض يعني شي جميل في منتهر روعة يعني أنا وايد مسرور أني أشوف آآ لقطع وائل حين يسير ريال ويحر انتوا عيال يمشون يعيني قيلون يعيني تغدون يعني شي جميل يشربون كوفي يظهرون من جو البيت بتقولوا لي أنت نعم أنا أسوي كل شي أنا ما أصور أنا اللي هذا أرمس أنا كلها أسوي كل شي ما أسوي أظهر بفريجة وكشة كل شي لك أنا أصور يوم أنا روحي لكن ويا هليو انتوا تظهروا يوم أمهاتكم وخالاتكم وعماتكم ويداتكم تصورون هاي الأشياء ما هتتصور أشياء الخاصة غير أنا أصور الأشياء العامة يا الله بأس براكم يا ويلت من الله يا ويلت سجن سجن بتبعقش في السجن بشكاي سبعين ألف سبعين ألف الناس الحكومة تغرر خمسين سبعين يعني تسلمين كل طالب الي زهر هيا تفال هاي بافورية شارج تشرف شاي غليظ مع شاي عادي هبهب هبهب السلام عليكم نحط الله ببركاته بغيه عليك السلام والرحمة المرحب بمحمد جائب الحال الله يطول في الأمر شو رايك في هالمكان الفنان اللي يحظين والله مكان روعة يا بمحمد لحن عندنا وايض من هالمكان الحمد الله في الدولة الله يطول في الأمر بغيت بغيت أبيه طالعاً بالكم رحمة لبيت حال بغيت مثل ما تعرف اليوم اليوم الأخير بالنسبة للتصويت المبكر أنا شو تبقى تقول شو من بعد هال هالركضة وهالشي الكثير اللي استوى شو اللي يتفضل انك تبقى تقوله أو شي عندك تبقى تقوله وما قلته الله يطوره بعيد عن الشعارات بعيد عن كلامي بعيد عن كل شيء أنا طالع عمرك فرحون كهير وسعيد كهير بهاليوم الجميل وهالأيام اللي قطيناها ويا شعبنا ويا ناسنا ويتواصل الناس وأشكر الجميع يعني باللي يقدموه سواء من تواصل أو محبة برسائل نصية وفرحان كثير لأني يا طويل عمر اليوم تلوهون عندي موسكات بمحمد اللهم يتصل والرقم هذا تم عندي أنا مثل 13 سنوبي تم لأنه طال عمرك تواصل الناس تواصل الناس بمحمد بشكل غير عادي ناقشوني تناقشتوا إياهم استفدت من التجربة هذه حد اليوم نعم استفادة كبيرة هي بمحمد الأكس نحن اليوم كمجتمع بمحمد الأشياء هاي يعني تزرع من بين الألفة والمحبة والحمد لله رب العالمين على كل حال وهذا الشيء لأنه نوجه الشكر وكل الشكر للجميع والحمد لله رب العالمين وفي نهاية أنا فرحان كثير لأنها معرفة الناس يعني زادت عندي أمانتهم الفترة هذه الاتصالات شخبار هبوية والله اتصالات كثيرة من الدولة من بر الدولة يا بمحمد يشب شيء بالفيديوهات يا ياتم السعودية لا والله كثير قصيد ورابي قصيد وكثير لكن طبعا لكن طبعا لكن في العمرك محبة الناس هاي أنا من الأول بمحمد اجتماعي ويا الناس لكن زاد الموضوع الله الحمد بحكم عملي بمحمد وتعارف انت عملي أنا كلها بمحمد متخصص في السيرفس والخدمات فكثير أشوف من الناس يوميا وكثير أشوف من العالم اللي نحن نقدم لها الخدمات هاي فالحمد لله اليوم المعرفة الناس شيء طيب وهذا مكسب كبير الله الحمد ومحبة الناس هي شيء يعني ما بسهولة تحصل عليه فالله الحمد قدمنا وعطينا واللي قدرنا عليه سوينا وكان الود ودنا نزيد لكن الوقت يمكن ما أسعفنا أبو محمد نعم لا لا الله يطولي في عمرك وإن شاء الله هنكون عند حسن الجميع ونكون إن شاء الله قد المسؤولية إن شاء الله ونحن الحمد لله رب العالمين نتمنى للجميع التوفيق وهذا الشي بالذات يا أبو محمد اللي أسعدي واللي أفرحني أني حزت على ثقة كثير ومحبة كثير والحمد لله رب العالمين في كل حال الله بو غير لبيه على حسب على حسب درايتي واللي أنا عارفه نعم يقولون وايدين يقولوا تمسكن لين تمكن أو اجتهد وهذا لين قضيت حائتي ولالي في الهوى راده فوايدين يقولون بنسوي وبنفعل وبنترك وعندك ويحط لك الشمس في شفة والقمر في شفة مثل الطالب يقول والله أو الولد حد منهم يقول والله إن شاء الله من أكبر يماي أنا بيكون اهتمامي غير وبعوض صبرتي زي ما بيصبرتي لكن يوم بيكبر وبيشد عوده بينحاز إلى الطرف الآخر إلى زوجة أو صديقة أو بشغلة ثانية بسياير بيلتهي بعقارة بفلوس فبينسألم واللبو نحن الآن زايقين زايقين من الهست شو هناك فهمت الغصدة نعم يقول لك يا بمحمد بنقدم الحسناه ستافل جمايل يوم اليوم اليوم لك شو شو مليوم اليوم اللي حين اليوم اليوم طعمرك اللي يقدم لك الجميلة ويقفوا ياك من أخويانك ومن ناسك ومن حتى الناس اللي حطها ويقدموا فيك كيف أنت طال عمرك تقوم وتبدل أرقامك ولا تبدل أمورك لا والله الأرقام التواصل هي موجودة سواء وصلنا ولا ما وصلنا ويا مرحبا نحن طال عمرك الشيء هذا موجود فينا وطبيعنا من اليوم وطبيعنا من سنين وهذا دومان اللي يقول حق العرب أقول له هالآدمي أنا ما يلست ورمست وياهرمسك إلا فيه معرفة بين وبين وبين صدقان وما عارفة كل بيطاتهم هوالوا وعمى ما عارف من لكوا ستمائة سنة لبيوت الضلقاء والسواء لفضح ويقضون حاية العالي والداني والقاصي والبعيد والجريب هذا الشيء بمحمد من بيئة دولة الإمارات نعم بيئتنا بيئة الإماراتية نعم وشيء غرز فينا الله يرحمه غرز فينا الله يرحمه ويغفر له الشيخ زايد يعني الله عليها الجنة وهذا كله طال عمرك في فضل من فضل الله وفضل الريل هذا لنا نحن صراحة نحن اليوم الحمد لله انغرزت فينا شغلات وقيم وعقايد يعني صعب علينا أن نستطيع أن نخلعنا التواصل إلى المجتمع هذا شيء لابد منه في كل الأحوال والله يوفق الجميع يا ابو محمد آمين ونحن نشكرك شكير كبير يا ابو محمد هذا اللي حبيت أقول لك يا اليوم ومشكورين أنت وحتى من اللي يتواصلون وياكم من اللي يتواصلوا وياي وتمنياتي للجميع بالنجاح وإن شاء الله اللي الله قدمه بيصير إن شاء الله إن شاء الله أزيدكم الشعر بيت كل منكم والجميع يعرف أني فيديوهاتي ويومياتي من التأسس وستوى السنابتشات كل موجود على اليوتيوب كل موجود على اليوتيوب السير والجي كل حياتي اليومية كل سنة 360 يوم موجود كل على اليوتيوب فلذلك بو غيت يعرف أن كل كلمة قالت وتسجلت مرفوعة على اليوتيوب فالحمد لله يعني هذا تأكيد أنه واثق من نفسه ويعرف شي يقول فشي مرجع وشي مكان الواحد يسير له تحيد يوم هاك اليوم تحيد يوم هاك كل موجود سامحني بو غيت كلامي شوي ستبعيد لك أم ما علي الله يطول في أمريك أمريك إن شاء الله وصلنا على المجلس ولما وصلنا هذا موضوع شغال فيه من قبل وستمر فيه وفيه دراسات أخرى أيضا بعد باستمر فيها وبنظهرها للعالم نحن هدفنا بو محمد أن نحاول نعطي لعندنا اللي اكتسبناه من خبرات بو محمد اليوم نحن نتمنى كل يكون عنده الخبرات والابتكار في الموضوع وإن شاء الله الله يقدرنا يا بو محمد ونوصل رسالتنا في كل أحوال يعني الشعب يستاهل والحكومة تستاهل وبلادنا تستاهل بدل الجهد كامل هذا أقل شيء نقدمه لبلدنا والشعبنا والأهلنا يا بو محمد لأن اليوم نحن أنت ما تصور بو محمد أنا جاءتني اتصالات يعني من برة الدولة والله شفت مايبا كلام في ديوات تمثيل يعني يعني يقولولي يقولولي سلطان ما شاء الله عليك يعني فيها دراسات قدمت جميلة ونبغي يعني إذا فيه إمكانية ناقص للعكس هذا نفع عام لكل ناس هذا كم تأجر عليه أصلا لا طبعا هذا اللي يشوف شيء من الدراسات اللي حقدمناها تنفع هنا لا والله طبعوا العكس هذا الشيء طيب ونحن هذا اللي نهدف له يا بو محمد نهدف أي شيء طيب لحلنا وناسنا لا والله نحطهم بين يديهم هم لهم الرائية إزاك الله خير نتمنى لك كل التوفيق الله طبعا وفي عملك حصل أو ما حصل أنت حياتك إن شاء الله ما شيء بهب إليه وأنت من قبل الموضوع هذا أنت في جد و جدهاد في حياتك اليومية الحمد لله رب العالمي الحمد لله يا بو محمد نحن أو أنت أو حتى الناس اللي تابعونا كلنا في مصب واحد وكنا في على قلب واحد وكنا نرد على بعض نقدم اللي عندنا والباقي على الله نعم والحمد لله سمعتوا يوم يقول لك قلب المؤمن دليله والإنسان له نظرة في الأدمي من تشوفه عرفت أن هذا عدل ولا ما من شكله يبين عينه تبين طريقته في الكلام تبين إذا الكلام مصفف أمي بالمية أمي بالمية مصفف ترى يدخل كالشك إن هذا كلام عدل ولا ما بعدل بيصيب الهدف ولا ما بيصيب الهدف فالسلطان الصغير البلوشي إنسان مثقف وكلام طيب وعندي يقين عندي يقين ودراي من الله سبحانه وتعالى أن الشخص هذا هو الشخص المناسب للمكان المناسب تأكده بكل مصداقية وأنا محاسب عند الله سبحانه وتعالى على كلام لي أقوله أني أنا صادق بكل نحن يقول لك خير الكلام ما قل ودل ونحن نحن وصلنا إلى ساعة الحسم ساعة الانطلاق الصفر فاليوم آخر يوم بنتكلم فيه بالنسبة لي أنا كسوشال ميديا وأنا حاط على عاتقي أني أنا أكون فيما صف السيد الفاضل الأستاذ السلطان الصغير لبلوشي فأنا من أول الإنطابات وأنا ماسك حملت الانتخابية باللي الله مقدر إني إلي لكن لا يلي شفع أقولكم أني أنا لو ما عندي يقين ودرايا أمي بالأمية مستحيل أني عدو رويا رمس نزيل وبيت شرق وغرب لكن أنا ويا وين خاطري يدلني أن المكان هذا هو الصح فلذلك أنا رب العالمين الله موفجرني من استويت لين اليوم عبارة عرس 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 ما شاء الله تبارك عاد محب 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 ما جدني يا أخي قبل عاد الله يسعدك طيبي الحمد لله على فكرة على الطبيعة الجميل الله يطول عمرك رجان فلتر رجان شوي قصيروني لا 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 رحام 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 صالح صالح الله يسعدك ما عليك أن ترى الله يطول عمرك من زمان لا لا تسأل خذت مننا ريال هنا ما خذت بخاطرنا عليك هذا هيا خذت علينا ريال هذا 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 لحن نبق مقلط بعد بيضلويك خلاصنا خلاصنا بيضل الله يطول عمرك بخير الله يسعدك شو رأي في هالوضع اللي نحن فيه شو هالفرحة هذا عرس عرس دولة نعم نعم عرس دولة طال عمرك ونقول للجماعة اللي عندهم صوت رجعا ادلوا بأصواتكم نعم وشاركوا الوطن في عرسة طال عمرك والأمانة اللي عندك إدها اللي يستاهل عطا نعم اللي يستاهل عطا هو أي واحد صورة خالد الخالدي لا ترشحونا لا لا ترشحونا أنا بس أطلب منكم طلب تابعوا سنابي واللي صورته رشحوها لا لا ما عليكم من ابوي ترهر وغير نمونة ما شاء الله ما شاء الله هذا جمال الحربي وصالح هذا ريال منهم جمال الحربي طال عمرك أحد الأبطال وصالح بنيك عم العامري والله ما يوني الله يطول عمرك مرحبا مرحبا هذا طال عمرك ينفسني في الرحامة ما شاء الله هذا فوق يزايد عليك 15 متن أما عدا هالي عدالة باعوا واشترا فيكم ونتوا يانسين ازدال الله يوفقك إن شاء الله يا خانب شو رايك في هالتجمع ماشاعد والله العظيم أننا فخورين بهالتجمع واللحمة الوطنية اليوم طال عمرك من كل القبائل ومن كل المناطق مجتمعين علشان يصوتون يدون الأصوات اليوم أنا راشدي أرشح لي فلان لأنه كهو وفلان نفس الشي يرشح لي راشدي لأنه ما فيه افريقيا طال عمرك كلنا واحد طال عمرك فتح الظل بيدوله ما بلازب طال عمرك الواحد يرشح بن عمه ولا بن خاله ولا واحد لا لا طال عمرك اللي يشوف ملفه زين وتحس فيه طال عمرك أنه بيقدم وبيعطي ادلي لصوتك طال عمرك صوت كمانة ناس كثير ما صوتوا نتمنى منهم أنهم يتحرقون من بيوتهم كل شي موفر وين يسيروا وين تبوهم وين يسيروا طال عمرك بوضة بي طال عمرك أرض المعارض لا ماكن في العين ماكن في الغربية روح يا اخي صوت كمانة بعدين هذا طال عمرك خدمة للوطن ناس ما يعرفون أن هذا طال عمرك مش خدمة للمرشح كثير ما هي خدمة لنا كمواطنين وكدولة طال عمرك هم ديمغاراطية قدام دول العالم الله يبيضوا يوهم لازم أن الجميع يتحرق ان شاء الله الله يسعدك ان شاء الله واللي ما يرون موفرين خراسي موفرين لكل شي طال عمرك لين يدخلوا يبصم ويطلع الله يطاول عمرك واللي يصور بلي شور ومشاور واللي ياسات يصور بدون شور ومشاور هذي مصيب هي والله ما شاء الله بارك الله فيك طبعا لا ننسى طال عمركم أخونا هزاع المنصوري الحين بيوصل بالسلامة من الفضاء طال عمرك فخر الأمة العربية والإسلامية فخر دولة الإمارات طال عمرك اللي يمثل دولتنا حتى بالهوية سبحان الله ونقول لجميع اللي يستحي من زية ولا من لبسها طال عمرك ويغلد الغرب فخرنا هزاع المنصوري من السحراء إلى الفضاء مثل ما قال الشيخ زايد وبلبسه وهويتها الإماراتية نعم وهذا مستوع عيال زايد يستحق الله يبي يوضويها على أمية ألف خرامة اللي يمكننا تصور قرب الله تكن عين أبوكا والله لا شور ولا شور والله مجاكل كل من الحرية لا تصورهم ولا تخليهم تصور إنك واللي صوراتك بدون إذن أرفع بيها غضية طال عمرك فحضورك وحضورك لمركز الانتخابات واجب وطني لا بد ولا عذر منه فلا حد يتعايز حتى لو بتسير لدبي ولبسير الشارج ولبسير الفجيرة اخطف دقيقتين أرض المعارض ما يبال لاسر ولا تعال أمة ليلة هلا الله داخل يميع الحرين والريال حد بكرسي وحد بلية كرسي وحد ينقذ ورح حد يمشي وحد يتمقطع الناس كلها بوي ساير ترشح فيلستكم في البيت رب العالمي بيحافيكم محاسبات على هاليوم اللي انت ريالسات يازلكن فلان وما بسايرات تأدن واجب البلاد تبن عيال زيادة في الشونة وتبن الوادم تنشد عنكم وعطوهم وما عطوهم لم يلسات اللي حق التأميرات والتنقيمات سيرن ادن الواجب اللي عليكن ما بلازن تقبضن الاسلاح وسيرن تحاربن العيال ما شاء الله بارك الله فيكم ما قصرتوا يبتوا رجال ما يابدت ان اخيار الحريم حين عليك ان تسيرين اه ترشحين كلكن ما وحددون عن الثانية كلكن شيء مكان للحريم شيء المتنقبات شيء المتحجبات شيء المبرقعات شيء العاديات يلا كل شيء فنان وكل زين سيرت ادبي لاحجين عليها انتو ما شاء الله عليكم يعيالنا لاحجين على سيرت ادبي سير اليوم عقب المغارب عقب العشاء ادبي ما شاء الله تلف من المغارب لين الفير كل شيء طلق والدنيا ما شاء الله فنانة لنه انحن يعان يواعي تغدينا في المطعم هذا الفندق هذا شيء مطعم يطالي تغدينا فيه مطعم فنان باستاو ما باستاو عندك دونك خليناه يولي الرجيم لأنه حال الطوارئ نحن عدنا طوارئ الواحد كل واحد عادة هنا كل يوم هالطوارئ عندي كل يوم كل يوم اسميها سالفة أسعد الله مساء لكم حاليا نحن في لوكيشن فصوير أزيمة موالية لفنا خالد الخالدي وقفد وسلام وميت محمد وصويدة والمجموعة الطبيبة اللي معانا طبعا مفتخدين محمد اليوم من شوية سولف معاه قلوا محمد افتخدناك قال لي أنا جاهز والحين يا إنك محمد اوجه لك رسالة عبر السناب شات احنا ننتظرك يا محمد بشيل محمد هني نصورك هالي طال الليلي بطال موظر تميل جدا بشيل قال الله يحفظكم بصارت اللوكيشن وحينها موجود في إحدى فلل فندق الشنقرلا فنان عيد موجود ويالس حاشر الدنيا من الدواخة والدنيا كلها بويت عشور وهذا بويت أحرجتك صح؟ ما بسكت من صلي العصر موضوع الشيء ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في هذا المواد يرد الروح. يا سلام سلم. يا حافظ يا حبيب. أكيد أنه شي فيل الوايدات غير هذه. في الليلين نحن فيها. في الليلين نحن فيها. أكيد شي فيل الوايدات. كم غرفة ما كم غرفة. والله ما يندرها بهم. لكن أتوقع أنها في العودة يعني بلاد من كبر. ايه تعالوا. شي فيل البعض من غير. كل هنا أظنني هاي بلجار. بعد بط ووز بحمار. يا حافظ يا حذير. يا حافظ يا حبيب. سبحانك يا رب. مكان جميل. جميل 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 جميل. فوق عن اللازم جميل. ما بلا جميل عادي. فائق الجمال. وعدتك وقلت طرجت لي نقمة. وعطيتني إغراءات. إنك بتي ولا هبياي. وغلق متحلج وصابق أبو يزلت. وقلت عبدا. وغلبتني باللغراءات وهذا وصلت هنا. طبعا ابو محمد. أهلي. بلوك عالمي صراحة. حيو الله نائس تميتيو. حشتي بك. شكرا. من هو هذا الإعدالك؟ هذا عليم نعماني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. بعد ما يصيد. مرد ورد. السلام عليك. أحمد. ميش حالك الورد؟ أمام. مارك إنسة. حياك الله. أحمد. هداك ابنه. تعال شاس ما هداكي؟ أحمد. أحمد تعال ياي. تعال تعال. وربع طارق. والله تربيع ولدي أحمد؟ أحمد. شيف حالك؟ شيف أنت؟ أهلي. أحمد. أحمد بن خالد. نعم. بارك تفيل الأولاد؟ لا والله ما عرفت بصراحة. لا يا وليد. مستاهل ولا موياة. تسموه محمد على حياة ولدي محمد. أحمد. والله يا الحمد إن شاء الله. أسميك مش تحنب عمرتش. ما كثير ما تصورين عمرتش. ما كثير ما تصورين عمرتش. السلام عليكم. شكرا لكم السلام. هي. يا الله أرحبها. ما شاء الله عليها. سمعي. هل لديك شيء دور أنا وأنتي؟ ما شاء الله؟ ملاحب. نعم. ما شاء الله؟ يا لأنا جاهد. خير خير. ما كان أنت معي الشيء. محمد الطبعان. وقررت حفظيتك وسلمت عليك. ما ويهتني. كلهم ويهوني لانت سلفنا ليبنيدين. أحلف أغلب ذلك. وخل وحياتي زحلف. محمد طبعه. احب تعمل. قلمة حق وقال يعني. أنا كنا سمعت بهم نزمان لكن محمد من الناس يوم تتقارب وياه. وتداخل معه في الحياة. لا والله قلب وايد 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 حنون جميل ورائع ويقولهم مدحة الويه مذم بس كل ما اتحقته لا والله الويه حبيل في الويه مذم ولسي حدي مدحني وراي مدحني جدامي انا سعيد اه فرحني انا سعيد مدحني وراي حك شوف بتمدحني عدل غير بيقولون دمك انا سعيد في جزء ثاني انا سعيد اللي تعرفت عليه شو جزء ثاني خلصنا ها جزء ثاني خل الناس تحكم ان شاء الله يا رب التوفيق لجميع ويفرح الناس كلها بيكون ابويه فيلم مميز فنار شكرا شكرا بش يا رب التوفيق لجميع بش يا رب التوفيق لجميع لجميع اصف البحر اه خط شوائق لجميع اه خط شوائق لجميع ايوه بس بس بقالي هينه كده شوائق بس ايوه اضوع 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 اكتش ايوه كده المترجم للقناة 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 من تاريخ المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر